بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله اليوم نشرح موضوع طبعا هو احد اصناف او انواع احنا يعني مستمر ان شاء الله بشرح وصلنا ان شاء الله الى اللي هي الاسماء الجغرافية اللي تشير الى اي موقع جغرافي طبعا هذه الاسماء مثل ما ذكرنا مسبقا هي تعتبر احد انواع يعني اسماء اه محددة تشير الى اماكن محددة او مواقع جغرافية محددة وهذه الاسماء تبدأ بكابتل كما هي القاعدة تنطبق على كل اسماء العلم وكذلك هذه الاسماء تعتبر اوكي يعني تشير شيء مميزة او اشارة مميزة لانها تشير الى اسماء مميزة الى اسماء اماكن مميزة اسماء بلدان مميزة يعني ما الها مثيل او ممكن شيء واحد في العالم ومكان واحد فقط في العالم يكون بهذا الاسم فعدنا النوع الاول من اللي يضم هو اللي هي اسماء القارات طبعا اسماء القارات اه هي احد انواع اسماء اللي تعتبر احد اسماء وهذه الاسماء كذلك تعتبر اوكي لانها لا تأخذ يعني لا تأخذ او الان والذى لذلك راح يكون الاشارة بها طبعا اسماء اللي تشمل مثلا امريكا قارات المعروفة ام استراليا افريكا افريكا ايجيا كل هذه الاسماء اه تعتبر اسماء اه لانها وهذه الاسماء تشير الى اماكن مميزة اه لذلك لا ممكن استخدام الارتكالز مع هذه الاسماء يعني ذا والا والان لكن عندنا هنا استثناعات يعني طبعا احنا كل قاعدة باللغة الانجليزية بها استثناعية مشكلة اللغة الانجليزية عندنا مثلا اه انتراكتكا قارات انتراكتكا لما اقول انتراكتكا هنا اه ما استخدم يعني الذا والا والان او ذا بصورة يعني اه بصورة خاصة بس من من اقول الانتراكتك هنا اقول اوكي اكو فرق يعني هنا بهذه الحالة ما اقدر استخدم تعتبر هنا لا اقدر استخدمها عندنا النوع الثاني من اللي هو الاسماء البلدان اسماء الولايات اه مثلا عندنا طبعا هذه الاسماء تعتبر ولا يمكن استخدام معها مثلا عندنا سكوتلاند اه 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 ستاف اه كذلك تعتبر طبعا هذه الاسماء تشير الى اسماء بلدان وولايات وهذه الاسماء ايضا لا يمكن استخدام معاها وتعتبر فعندنا لكل قاعدة مثل ما ذي كارت استثناءات هذه القاعدة مثلا عدنا كلمة طبعا ارجنتين تكتب طريقين ولفظين فعندنا كلمة ارجنتينة وذا ارجنتين مادة ارجنتين عمل ارجنتين لاجبكل احنا استخدم بس من اقول ارجنتين somewhere اقول ارجنتين كريميا كل هذه الاسماء على الرغم انه هي اسماء اسماء لبلدان وولايات ولكن هذه الاسماء تأخذ لانها تعتبر عدنا النوع الثالث ايضا من هي اسماء المدن والمدن الصغيرة مثلا عندنا بوستن روم لندن كل هذه الاسماء تعتبر ولا يمكن استخدامها على والاشارة بها تكون لانها تشير اسماء مميزة الى اماكن مميزة واستفنائية لكن اه عندنا استفناء بهذه القاعدة مثلا عندنا ايضا هو اسم مدينة اه ولكن نستخدم مع ايضا اسم مدينة اه عندنا طبعا هذه هي تقسيمات لندن على الرغم انه هذه الاسماء اه تشير الى اسماء مدن اه بس تعتبر استفناء للقاعدة ويمكن استخدام الارتيكولز معاها ضيب عندنا اسماء البحيرات اه ايضا عندنا مثلا ويندرمير اه هنا لايك ويندرمير سيلفر لايك هذه الاسماء تعتبر ايضا اه اسماء ولا يمكن استخدام الارتيكولز معاها لان اه الاشارة فيها تعتبر يونيك عندنا كذلك الماونتنز الاسماء الماونتز مثلا الافرست اه مونتز اللي هي هذه القمة على قمة في العالم اوكي لا اه ايضا لا يمكن استخدام معاها لكن عندنا استثناء لهذه القاعدة اللي هو جبل الزيتون اه انايا استخدمو ايا الارتيكول ذا طيب ننتقل الى اخر نوع من البروبر نونز اللي هو النايم اف العفو لما يكون عندي اسم علم زاد اسم عام عندنا تركيب طبعا في اللغة الانجليزية ان يكون عندي اسم علم زاد اسم عام يعني مثلا منطينا الامثلة اللي ذاكرة هنا يا طيب طبعا عندنا هذه الامثلة فيما يخص النوع الاخير من البروبر نونز لم يكون عندي تركيب في اللغة الانجليزية تكون من اسم علم زادا اسم عام اوكي اه طبعا هذا التركيب يشير يعني مثلا الى اسماء بنايات اسماء جسور اسماء شوارع اه طبعا هذا التركيب ايضا يعتبر بروبر ولا يأخذ الارتيكولز والاشارة تكون بيونيك مثلا عندنا اه مادسن افنيو عندنا المادسن هو النامز اف بروبر نونز اه وعدنا الافنيو هو كامن نونز فهذا التركيب يعتبر احد انواع البروبر نونز ولا لا يمكن اضافة الارتيكولز او استخدام الارتيكولز معاه وكذلك الاشارة تكون اه يونيك عندنا الوست منستر وست منستر بريج كذلك اه متكون الوست منستر هو البروبر او النام وعدنا البروبر ج هو الكمن نو كاندي اه ايربورد اكسفور ستريتز اه كل هذه الاسماء تتكون من تركيب انه اسم علم زائدا اسم عام هذا التركيب وقحة تركيب هو يعتبر ولا يمكن استخدامه معه طبعا بس عدنا استفناءات لهذا النوع ايضا فمثلا عدنا على الرغم انه هو متكون من تركيب اسم زائد اسم عام بس استخدمنا عدنا كل هذه الاسماء على الرغم انه تكون من نفس التركيب ولكن تعتبر استثناء لهذه القائلة لذلك يمكن استخدام معها وخصوصا عندنا هنا طبعا خلي نقول مقارنة بين يعني هناذا نشوف كلاهما مكتوبين اول حرف من كلا الكلمتين مكتوب بال وعندنا هنا فقط لندن مكتوبة بال بينما الرغم اسمه الفرق من حيث المعنى لما اقول هذا يعتبر أنا اقول اسم الشارع لندن او اسم الطريق لندن بينما لما اقول في التعبير الثاني لندن رود هنا يأقصد طريق يقود الى لندن هذا هو الفرق من حيث المعنى بيناتهم عندنا اخر ملاحظة في ما يخص اسماء الجامعات هو هنا اذاكر انه قال pre-modification او most modification انه مرات يعني هنا مثل ما اذاكر بهذا المثال اقدر اقول the university of London او اقول London university الفرق بيناتهم انه لما يكون اسم الجامعة الجامعة يسبق اسمها او الاسم يسبق الجامعة يعني كلمة الجامعة تجي قبل يعني ال common nouns هو هذا ال university واللندن هو proper nouns ومرات لا بالعكس ال proper nouns يجي بالبداية وبعدين ال common nouns طبعا كلا التركيبين اه صحيح اوكي ماكو فرق لما اقول the university of London او London university اه بس هذا يعتبر يعني هو شيء من حيث المعنى ماكو اي فرق والتركيب اثناناتهم صحيحات بس هو تابع شيء تابع للجامعة وكيف تريد ان تسوق اه نفسها فهو يتبع الصراحة امور تجارية يعني مرات اكو جامعات تقول يعني مثلا مرات the university of the university of the diyalah فهو شيء يتبع الجامعة واشلون تريد تسوق نفسها وهو شيء يتبع يعني مرات يقدمون الكمن على البروبر ومرات يقدمون البروبر عن الكمن يعني university هو كمن وهنا بروبر هنا اه بروبر زائدا كمن فلما يكون اه عندي جامعة مع اسم مكان يعني ديالة مثلا اسم مكان لندن اسم مكان استطيع استخدم كل الصيغتين بس لما يكون عندي اسم شخص مع جامعة يعني جامعة تشير الى اسم شخص او شخصية معروفة تاريخية او الى اخره فهنا عندي طريقة وحدة انه يكون اسم الشخص زائدا الجامعة ما يصير اقول الجامعة يعني مثلا عندي الفراهيدي university فراهيدي اسم شخص تشير الى اسم شخص فلما يكون عندي اسم شخص فقط هذا التركيب اقول الفراهيدي university يعني زائد كمن ما يصير اقول the university of الفراهيدي ما عندنا بس لما يكون اسم مكان جامعة تشير الى مكان كل التركيبين صحيحا يقول The University of London Of London University هم صحيحات أتمنى إن شاء الله هذا الشرح فاتكم وسهل عليكم فهم هذه المادة إن شاء الله احنا مكملين بهذا الشرح نلتقيكم على شرح جديد إلى اللقاء